رمضان فرصة ايضا للتغيير في العلاقات المحرمة رأى راكين شي امور يعني ينتحر مع هالمنطق انت ابن هارسيم وتصلي وتصلي وبمجرد ما كتسالي صلاة العشاء والترويح تتعيطل بعضياتكم في الهاتف وتطلق انتويها يعني تكحدث عن من له علاقة غير شرعية مع امرأة سميك ما بغي تتسميها سميته الزينة نقطة للسطر قد يصل الى الزينة الذي يترتب عليه الحد لهو الكبير لهو الوقوع فعل ما يفعله الرجل من امرأته لكن رحتا علاقتك بها وانتخارج ديع انتويها رهد من الزينة العين تزني وزنها النظر والاذن تزني وزنها السمع والفام يزني وزنها اللسان يزني وزنها النطق واليد تزني وزنها البطش والرجل تزني وزنها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ثم قال عليه الصلاة والسلام والفرج يصدق ذلك أو يكذبه تضمنه أن تتوقف عند الخطى وعند البطش لا تضمنه إذن ما الذي تفعله؟ فأين المنطق فلنسألها أين المنطق الشرعي فلنسألها أين المنطق النفسي أين المنطق الروحي أين المنطق العقلي الذي كنت تسجد له في ركعات الترويح ماذا كنت تقول له؟ تقول له الله مغفر لي وفي هاتفك وفي هاتفك رقمه وتنتظرين بعد فراغك وتنتظر بعد فراغك وتنتظرين بعد فراغك من الصلاة مباشرة أن تنظري في الهاتف هل أرسل إليك رسالة وأن تنظر في الهاتف هل أرسلت إليك رسالة لتتواعد أو لتتحدث حديثا غراميا ما الذي كنت تقوله في سجودك؟ أريد أن أعرف أريد أن نفهم التركيبة المنطقية لهذا الدماغ هذا ما الذي كنت تقوله في سجودك؟ الحرام حرام أشترا فما كانت حرام منزوع الدسم وحرام خمسين في المياه وحرام كامل الدسم الحرام حرام والذي يعاقب على الحرام هو ربك عز وجل يعني تستهين بمن فإن كنا نتحدث عن رمضان كفرصة للتغيير وجب علينا أن نغير ابتداء المفاهيم العالقة بالنفس حتى يغير ما بأنفسهم ثم أن نفهم ما هي العوائق التي تقف في طريقنا نحو التغيير أول عائق وأكبر عائق وهو أكثر ما عودي به الأنبياء والرسل العادات والتقاليد تقاليد قد تكون سائرة على مجتمع والعادات قد تسير على فرض وقد تسير على مجتمع وقد تسير على حي على حسب إنسان اعتاد أن يفعل كذا واعتاد أن يفعل كذا اعتاد أن يعصي الله بهذه الطريقة الناس يقول لك والفناء أن العرسات أن فيهم هاتشي ما نصيبو كنديرو لا تصيب كندير لماذا تصيبش كندير لي؟ هو الوزر الذي تتحمله عندما تستدعي الناس وتجمعهم في اختلاط ماجن على أغاني ومحرمات هذا هو للأصل المسلم يقول لك لا تصيب أن يفعل هذا شيء صعيب لي أن يفعل هذا شيء